مشاهدينا في كل مكان طبط أوقاتكم جميعاً بكل خير وأهلاً ومرحباً بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وطريق التالت في الحقيقة عايز أبدأ معاك بداية مختلفة تخيل كده إن ممكن حضرتك تفتح جورنان وتلاقي ابن بيتبرق من والده هل الكلام ده ممكن يحصل؟ إزاي الكلام ده؟ ابنها يتبرق من والده؟ آه ده حصل في مصر سنة 1990 تقريباً اللي حصل إن عندنا حد اسمه علي العاطفي علي العاطفي ده آه بالضبط كان يوم 1490 في عدد الأهرام الصادر في هذا اليوم يتبرق ابن من والده مين الوالد؟ علي العاطفي مين علي العاطفي؟ علي العاطفي ده كان أول عميد لمعهد العلاج الطبيعي في مصر سنة 72 وخد المفاجأة الكبرى عميد معهد يعني مفروض إن هو يكون دكتور وحاصل على الدكتوراه تخيل حضرتك إنه حاصل على الإعدادية ما تتفجئش وما تتصرعش استنى تعال نجيب القصة من الأول القصة بدأت بشاب أو صبي خلص تعليمه للمرحلة الإعدادية أو عند المرحلة الإعدادية واشتغل عدة مهن منها صبي بقال صبي في فرن بعد كده عامل في صيدلية بعد كده ترقى شوية بقى مساعد مدلك المدلك هنا في المرحلة دي وفي الوقت ده كان في الخمسينات كان حكرا على الأجانب وبعد هجرة الأجانب في مطلع الستينات ونهاية الخمسينات كانت الفرصة سانحة لعالي العطفي إنه يكون مدلك التدليج في هذا الوقت كان له أماكن معينة زي النوادي لعيبة الكرة اللعيب الرياضيين والطبقة الأرستقراطية ده حتى إلى الآن بالمناسبة التدليج اللي هو المساج والكلام ده والإصابات الملاعب وإصابات اللاعب وكلام ده فكان عالي العطفي مدلك في الفترة دي بدأت مصر تنشئ أو تفكر في إنشاء أول معهد للعلاج الطبيعي جمعت كل الخبراء الرياضيين واللي لهم في هذا المجال وأرسلتهم بعثة إلى أمريكا الكلام ده كان سنة 63 كان من ضمن هؤلاء عالي العطفي ابن السيدة زينب اللي تولد في العام 1922 طبعا لما سافر ما كانش حد يعرف موضوع الإعدادية هو بس العارفه فقال لك أنا هروح أحصر على ماجستير ودكتوراه من أمريكا وأنا معايا إعدادية فهرب على أمستردام بهولندا وفي أمستردام في هولندا كانت بداية جديدة ومنعطف جديد لعالي العطفي تعرف على هولندية وتزوج بها ومن هناك كانت الانطلاق الجديدة تعرف على المساد الإسرائيلي من خلال السفارة الإسرائيلية في أمستردام وبدأت تجنيده في هذا التوقيت وكان في هذا التوقيت اللي بيجنده الضابط في المساد الإسرائيلي اسمه برجمان وكانت مهمة عالي في هذا التوقيت هو التوغل في الوسط الطبي ومعرفة وإفادة إسرائيل بالحالة المرضية والأوبئة المتوطنة والوسط الرياضي لأنه كان بيدخل النوادي وكان على علاقة بعبد صالح الوحش المدرب الشهير بتاع الكورة وكان على علاقة أيضا بساسيين زي كمال حسن علي علاقة برجال أعمال زي عثمان أحمد عثمان وغيرهم وآخرين وهذا لا يعيب طبعا الأسماء اللي ذكرت دي كانت مهمة علي العاطفي من خلال المساد وقال له أن إحنا هنديلك شهادات وهنديلك دورات تؤهلك أن أنت تبقى عميد لكلية العلاج الطبيعي أو لمعهد العلاج الطبيعي أنا داي بعد شوية برجمان حاب يطور الفكرة وبدأ حلمه يكبر شوية طب هو أنا ليه ما خليه شعالي العاطفي ده جوه الأصر الرئاسي ويبقى طبيب من أطباء رئيس الجمهورية في هذا التوقيت كان الرئيس السناني بعد ما تم طبعا تدريبه على الشفارات وفك الشفارات تدريبه على الحبر السري وكيفية تداول المعلومات زهابا وإيابا وأيضا الزبزبات واستخدام بعض الأجهزة اللاسلكية وهنيجي لقصة جهاز اللاسلكي وكانت المهمة اسمها المهمة المستحيلة إنه هيتزرع جوه الأصر الجمهوري وكانت الخطة كالآتي برجمان قال له أنا هصنع منك نجم مجتمع وهصنع منك إنسان كل الناس بتشاور عليه وهتكون حديث المدينة عن طريق حاجتين عن طريق الصحافة والإعلام حوارات صحفية لقاءات تليفزيونية الناس هتشاور عليكو بالمناسبة إحنا كده ولازلنا كده اللي بيطلع في التليفزيون ده بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوية اللي بيطلع عندنا أسماء ومسميات في قطاعات عدة فلان الفلاني ده أشهر مش عارف نصمم أزياء هو أشهر ولكن هو أشطر ليس كل من هو أشهر أشطر فلان الفلانية دي مش عارف إيه هي أشهر حد في هذا المجال بس هل هي أشطر حد وهو ده اللي تم صناعته لعلي العاطفي في هذا التوقيت وأصبح عميد معهد العلاج الطبيعي في سنة 72 وفي اليوم المعلوم اللي كان بيطوق علي العاطفي ليه ييجي التليفون قالوه رئاسة الجمهورية معاك احضر ويدخل علي العاطفي مستدعى لرئاسة الجمهورية يخرج وهو مسجل طبيب أو عضو من الفريق الطبي لرئيس الجمهورية أنا زاك خارج الفرحة مش سايحة خارج طاير أنا بقيت من الفريق الطبي لرئيس الجمهورية ما شاء الله فوراً الخبر ذهب إلى تل قبيب عن طريق الشفرات والزفزبات اللي اتعلمها واتدرب عليها مع فرجمان وكانت أخبار الأصر الرئاسي بتروح دايماً لتل قبيب مما جعل المخابرات المصرية تبتدي تدور علي العاطفي وقع بمنتهى السهولة ووقع لثقة الزايدة أحياناً الثقة الزايدة بتكون كارسة على صاحبها علي العاطفي كان بيدخل المطار ومع شمطة إيده لو حد فتحها كده هيلاقي الحبر السري وهيلاقي دفتر الشفرة وهيلاقي الأدوات الخاصة بالجسوس وكانت بتفتح له صوالد كبار الزوار طبعاً وكانت الناس وتستنى وساعات العربية تستنى على سلم الطيارة سقة الزايدة دي كانت بتخليه يروح أمستردام بشكل دائم ويزور السفارة الإسرائيلية وأحياناً كان بيروحها سائراً على الأقدام لحد ما تم تصويره والمخابرات المصرية ومكتب المخابرات المصرية في أمستردام قام بتصوير علي العطفي في الوقت ده علي العطفي بدأ يكون حد مشهور حديث الصحافة بشكل دائم حديثه في التلفزيون بشكل دائم كخبير بدأ يبقى وشه مشهور لما تشاف تصور وتم إرسال الصور فوراً للمخابرات المصرية فوراً تم تشكيل خلية أزمة وتم اختار الرئيس السادات بالواقع اللي أمر فوراً بالقابرات المصرية العطفي والموافقة على الخطة والخطة كانت كالآتي للقابرات المصرية وهو راجع هيرجع معه ظابط على نفس الطيارة القادمة من أمستردام هيستنى على سلم الطيارة ويتم القبض عليها ده كان البلان ايه ولكن وصلت الطيارة طلع الظابط استنى على سلم الطيارة منزلش علي العطفي لأنه كان وصل قابليها بيوم ووصل بيت وكانت بقى البلان بي للأفضل على العطفي البلان بي كانت ايه تليفون من أحد الصحفيين في آخر ساعة قالوا يا دكتور علي احنا عايزين نعمل مع حضرتك حوار صحفي كالعادة طبعاً وهو عنده أوامر أي حوار صحفي رحب به عشان تبقى حديث المدينة بس منفضلك احبس الكلب الولف اللي عندك عشان بيزعجنا شوية وكان المعادة الساعة 8 السامنا مساء في هذا اليوم يدق جرس الباب في شارع بهجة علي بزمالك تحديداً رقم 4 يفتح الخدام اللي عنده أو العام اللي عنده يقوله اتفضل للدكتور علي مستنيك في الصالون في خلال 30 ثانية كانت القوات منتشرة مع هذا الصحفي وفي ظهره وانتشرت في بيت علي العطفي اللي كان يمتلك العمارة دي بالمناسبة وفتحوا الباب عليه وكانت العملية بقيادة سقر المخابرات المصرية العميد محمد السيم انا دك ايه ده ايه اللي بيحصل مشهد رامي ما بتشوفوهش غير في الافلام وفي المسلسلات انت مش عارف انا مين انت مش عارف بتكلم مين قاله لا عارف وانت متهم بالتخابر مع اسرائيل قاعد ينكر لفترة طويلة جدا مدرب لحد ما تمت مواجهته بالصور اللي تم تصويرها لو في امستردام مع زباط مخابرات اسرائيليين وبالجوار السفارة الاسرائيلية وده العميد محمد السيم طبعا يعني هذا الرجل الذي يعني قدم للوطن الكثير والكثير يقول له ينهر ويهوي كده على الكرسي مش هدرامي زي ما بقولك تخيل كده حضرتك معايا ويحط ايده كده ويقول انا فعلا كنت كده بس انا كنت نوي اتوب ولما كنت هناك اول مبارح انا كنت رايح عنهي تعاملي معاهم وانا مستعد اسافر تل قبيب زي ما عارض علي يا برجمان وابقى بالنسبة لكو عميل مزدوج وامدكو بالاخبار محمد السيم علشان عايز يصطحبه باي شكل وفي هدوء قال له اوكي ما انا جايلك عشان كده قال له خلاص قال له فين كتاب الشفرة اداله كتاب شفرة محمد السيم يديل زابط الشفرة اللي معاه يقول له مش ده كتاب الشفرة فين كتاب الشفرة اللي بجد يقول له اهو يديل الزابط يقول له ايوه هو ده كتاب الشفرة إيه بحكاية كتاب الشفرة؟ كتاب الشفرة ده ما يخصش علي العاطفي بس ده ممكن يخص خلية كبيرة للمساد داخل مصر الشفرة اللي هي اللاسلكية أو الشفرة اللي ممكن تتباعت في خطاب في رسالة في أي شيء بتتباعت لك رموز بتتباعت لك حروف كلمات أمي بتسلم عليك دي لها شفرة بتتفك عواطف وصلت روحية تخطفت ومي مهت الدبع حاجات كتير ده كلها لها دلالات بكساوي رايح مش عارب فين كل دي دلالات لها شفرتها لما انت بتوصل للشفرة دي بتقدر توصل لباقي الخلية أو على الأقل بيتم تعطيل هذه الخلية لو المساد عرفت إن كتاب الشفرة وقع في يد المخابرات المصرية يبخى الجهاز اتقلبت الزمالك على الجهاز لأن في الوقت ده الساعة 8 امتلقت الزمالك بقوات دون أن يكون هناك مظاهر إن دي قوات في هدوء تام تمت العملية في الوقت ده يدخل شريف ابن علي العاطفي يقول لولده هو إيه اللي بيحصل ويكلمه بالألمانية والدته هولندية وانتوا عارفين إن هولندا ناس كتير منها بتكلم اللغة الألمانية وكان الحديث كده بيقول له يعني أكلم جمال السادات لأنه كان صاحبه بقى فوالده قال له آه لحظه أتعس إن كان من ضمن زباط العملية الضابط بيفهم ألماني وقال الكلام ده لعميد محمد ناسيم اللي أمره إن المكالمة دي ما تتمش وبالفعل يتم استحاب عالي العاطفي ويتم البحث عن جهاز اللاسلكي اللي كان عنده وبين المنه الشفرات وبين المنه كل شيء في النهاية لقوا فين؟ مش في الزمالك لقوا في مكتبه في معهد العلاج الطبيعي فين؟ الشباك لما تفتح الشباك فاتح فتحة في الجنب بتاع الشباك وحطت الجهاز فيه لما بيحب يعمل رسالة يطلع الجهاز يخلص الرسالة يحط الجهاز مكان لا يخطر على بال بشر ولكن نجاحنا إن احنا نجيب الجهاز تحولت القضية إلى قضية رقم أربعة أمن دولة عليا لسنة تسعة وسبعين وحكم على عالي العاطفي بالإعدام شنقن وتم يعني تدخل من الرئيس السادات وتخفيف العقوبة بعد مطلب عالي العاطفي ومحاميه التدخل من الرئيس بالعافو خفضت إلى خمستاشر سنة في الوقت ده وما بين المحاكمة وما بين الإعدام وما بين تخفيف العقوبة المدعي العام الاشتراكي يأمر بالتحفظ على ممتلكات عالي العاطفي وكانت وقتها تقدر باتنين مليون ومتين ألف جنيه بعدها بسنة في تلاتة إبريل تسعة وسبعين عفوا في مارس واحد وتمانين يتم مصدرة هذه الأموال لصالح الشعب المصري في العام ألف وتسعين وتحديدا في يوم واحد أربعة ألف وتسعمائة وتسعين يموت عالي العاطفي في محبسه وترفض أسرته استلام جثته ويدفن في مدافن الصدقة وفي نفس اليوم ابنه يعمل إعلان مدفوع الأجر في الأهرام بنفس اليوم في نفس العدد في الأهرام بيتبرأ من والده وبيعتذر للشعب المصري عما بدر من والده من خيانة عظمة الخيانة هي من تجعل الناس تتبرأ من والديها الخيانة هي من تجعل الناس أيضا تتبرأ من أبنائها عفانا وعفاكم الله من الخيانة لم تنتهي قصة علي العاطفي بعد هناك حديث لأحمد فؤاد نجم الفجوم لا ندري حتى نكون يعني من المهنية بمكان لا ندري مدى صحته أحمد فؤاد نجم كان محبوسه بيقول أن علي العاطفي كان محبوس في الزنزانة لجنبه وكان بيقابله وعلي العاطفي قال له والكلام على عهد أحمد فؤاد نجم ولم يتسنى لنا التأكد من هذا الحديث بعد يقال أنه هو اللي سمم الرئيس عبد الناصر عن طريق المساج والكريم اللي كان بيجيبه ويدالك بيه الرئيس عبد الناصر بتعارفين كان عنده مشكلة في العظام ما مدى صحت هذا الكلام من عدمه لم يتسنى لنا التأكد بعد لذا وجب التنبيه وانتهت قصة علي العاطفي وأزد الاسطار على أحد الخوانة الذين حكم عليهم حكما نهائيا بتا وتم قضاء العقوبة أو تنفيذ العقوبة الداخل محبسه حتى مات في محبسه ودفن في مقابر الصادقة ورفضت أسراته واستلام جسده ترجمة نانسي قنقر